الله الله والحمد لله سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأوضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات الميامين قال وأما الركن الثالث بصيغته الأولى كان الكلام في العلم الإجمالي بالتدريجيات وقد ذكرنا تعريف ذلك وقلنا أن بعض الأصوليين ذهبوا إلى عدم منجزية العلم الإجمالي إذا كان علماً إجمالياً بالتدريجيات بمعنى أنه إذا كان العلم الإجمالي متعلقاً بأحد تكليفين ولكنهما ليس في زمان واحد وإنما أحدهما في طول الآخر من حيث الزمان فقد ذهبوا إلى عدم منجزية مثل هذا العلم الإجمالي بتقريبين كما ذكرنا في الدرس الماضي إما باعتبار أن الركن الأول مختل وأنه في مثل هذه الحالة أصلاً لا يوجد علم إجمالي أو بتقريب آخر وهو اختلال الركن الثالث بكل صياغتيه المشهورة والصياغة الواردة عن المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه وقد ذكرنا أن السيد الشهيد لم يرتضي هذا الكلام وقال بأن كلا الركنين الأول والثالث محفوظين وليس منهدمين أو مختلين في مثل هذا النوع من العلم الإجمالي وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن توجيه السيد الشهيد لكون الركن الأول ليس مختلاً بل موجوداً في مثل هذا العلم الإجمالي ووصلت النوبة إلى كلامه عن الركن الثالث وكيف أنه موجود بالنسبة إلى الركن الثالث باعتبار أن فيه صياغتان الأولى للمشهور والتي تقول بأنه لا بد أن تكون جميع أطراف العلم الإجمالي بذاتها وبغض النظر عن التعارض الذي يحصل بين الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي هي بذاتها تكون ماذا؟ مورداً لجريان الأصل المؤمن جميع الأطراف تكون مورداً يعني يتحقق فيها موضوع جريان الأصل المؤمن هؤلاء الأعلام الذين ذهبوا إلى عدم منجزية العلم الإجمالي بالتدريجيات بناء على تقريب اختلال الركن الثالث بصياغته الأولى المشهورة قالوا أن الأصل المؤمن يجري في الطرف الأول الفعلي الموجود في الزمان باعتبار أنه الآن فعلاً هو منجز أو موجود فعلاً في هذا الزمان وأما الطرف الثاني لو كان باعتبار أن الطرف الأول الآن هو محتمل الثبوت وهو مشكوك فيكون مورداً لجريان الأصل العملي أما الطرف الثاني الذي سيأتي فيما بعد من الزمان قالوا أن هذا الطرف نعم هو مشكوك صحيح ولكنه ليس محتمل الآن الآن في هذا الزمان غير محتمل ثبوت هذا التكليف فلا يجري فيه الأصل المؤمن الآن نعم إنما يجري فيه الأصل المؤمن من حين شروع زمانه من حين حصول زمانه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أن الأصل المؤمن الذي يراد إجراؤه في الطرف الفعلي يعني الطرف الذي هو موجود الآن في هذا الزمان كما مثلنا مثلاً من نسبة إلى المستحاضة التي رأت الدم لمدة شهر وتاهد عليها أيام عادتها فمن نتيجة هي تحتمل أنه إما يحرم عليها المكثف المسجد في السبعة الأولى من الشهر أو في السبعة الثانية وهكذا فعندها علم إجمالي بمثل هذه الحرمة وهذا العلم الإجمالي يسميناه علم إجمالي بالتدريجيات الأصل المؤمن الذي يجري عن الطرف الفعلي يعني الطرف الذي حصل الآن في الزمان الأول يعني الآن فعلاً يحتمل حرمة المكثف في السبعة أيام الأولى من الشهر هذا الأصل معارض في الأصل الجاري في الطرف الآخر أيضاً هناك أصل يعني يجري في الطرف الآخر في ماذا؟ في ظرفه في زمانه يعني بعد السبعة أيام الأولى السبعة أيام الثانية القسم الثاني من الشهر حينما تبدأ سيجري فيها أصل مؤمن باعتبار أنه في ذلك الظرف في ذلك الزمان يكون التكليف بحرمة المكثف في المسجد محتمل وهو مشكوك إننا لا تدري أن يام عالتها هي في أول سبعة أم سبعة الثانية فيجري عنه الأصل المؤمن فيتعارض الأصلان لاحظوا يعني هنا الأصلان يجريان يعني كلا الطرفين صالح لجريان الأصل المؤمن الطرف الأول الآن هو فعلي دخلت هي مثلاً في السبعة الأولى فالطرف الأول فيها تحتمل حرمة المكثف عليها في المسجد وشك هي في أنه هل فعلاً في هذه السبعة أيام الأولى يحرم عليها المكثف في المسجد أم لا فهو مورد للأصل العملي المؤمن إنه مشكوك هناك شك والسبعة الثانية في حين يعني في ظرفها لو نظرنا إليها في عمود الزمان في ظرفها أيضاً تكون ماذا وإن كانت الآن فعلاً غير حاصلة السبعة الثانية ولكن إذا نظرنا إلى عمود الزمان ففي ظرفها أيضاً تكون ماذا تكون الحرمة محتملة حرمة المكثف في تلك السبعة أيام الثانية من الشهر حرمة المكثف محتملة وهي مشكوكة فتكون مورداً لجريان الأصل في ظرفها مو الآن نعم الآن الأصل لا يجري الأصل المؤمن فيها وإنما تكون مورداً لجريان الأصل المؤمن في وقتها في ظرفها ويتعارض هذان الأصلان المؤمنان ويتساقطان السيد الشيد يقول ينبه إلى قضية يقول هنا التعارض بين الأصول العملية المؤمنة ليس هو من قبيل التضاد يعني مثلاً التضاد بين المتضادين بين السواد والبياض مثلاً نحن نشترط حتى يتعاند السواد والبياض أن يكون في زمان واحد يعني هذا الجسم في آن واحد في زمان واحد لا يمكن أن يكون أسود وأبيض أما لا يحصل التضاد إذا اختلف الزمان وتعاند بينهما يعني في الساعة الأولى هذا أبيض في الساعة الثانية أسود لا يحصل التضاد هل الأصول العملية من هذا القبيل يعني التعارض بينها من قبيل التضاد والتعاند بين المتضادين بحيث أنه لا يحصل إلا في زمان واحد نحن نقول لا القضية ليست هكذا ليس بمعنى أن الأصل العملي المؤمن في الطرف الأول يضاد ويدافع الأصل العملي المؤمن في الثاني لا وإنما حصول التعارض إنما هو باعتبار أن دليل الأصل المؤمن الكلام في أن دليل الأصل المؤمن هل يشمل كلا الطرفين أو لا يمكن أن يشمل كلا الطرفين إذا كان دليل الأصل المؤمن يشمل كلا الطرفين فلا تعارض بينهما أما إذا كان لا يمكن قلنا هنا أن دليل الأصل المؤمن لا يشمل كلا الطرفين لماذا لأن شموله لكل الطرفين يؤدي إلى المخالفة القطعية للعلم الإجمالي يؤدي إلى المخالفة القطعية للعلم الإجمالي طيب شموله لأحد الطرفين دون الآخر ترجيح بلا مرجح ولهذا تتساقط الأصول المؤمنة ولا نشترط أن يكون مورد الجريان الأصول في آن واحد في زمان واحد حتى لو كان في زمانين مختلفين لأن التعارض بينهما حكمه ليس حكم التضاد أنهما لا بد أن يكون في زمان واحد حتى يحصل ذلك بل المهم أن نرى أن دليل الأصل المؤمن هل يشمل كلا الطرفين أو لا يمكن أن يشمل كلا الطرفين قلنا رأينا في مورد العلم الإجمالي أن دليل الأصل المؤمن لا يمكن أن يشمل كلا الطرفين لأنه كما قلنا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية وهذه مخالفة للمعلوم التكليف المعلوم بالإجمال أحد الطرفين دون الآخر ترجيحهم بلا مرجح فيحصل التعارض بينهما سواء الطرفان اقترنا في الزمان أو كان أحدهما متقدم على الآخر في الزمان طيب وأما بالنسبة إلى الصيغة الثانية التي ذكرها المحقق العراقي وهو أنه قال الصيغة الثانية أن يكون العلم الإجمالي صالحا لأن ينجز معلومه على أي تقدير يعني هذا العلم الإجمالي يصلح لتنجيز المعلوم بالعلم الإجمالي سواء وجد في الطرف الأول أو سواء وجد في الطرف الثاني في كليهما على كل التقديرين لا بد أن يكون العلم الإجمالي صالحا لأن ينجز هذين الطرفين هنا نقول معنى كونه صالح للمنجزية على كل تقدير هو أن يكون صالحا لذلك ولو على ماذا على امتداد الزمان يعني أن يكون صالح لتنجيز الطرف الأول في ظرفه ولتنجيز الطرف الثاني في ظرفه لا بمعنى أنه يكون صالح لتنجيز كلا الطرفين في آن واحد لا بل أن يكون صالحا لتنجيز الطرفين أو الأطراف المتعددة كل في ظرفه إذا كان العلم الإجمالي صالحا كذلك نعم يكون العلم الإجمالي منجيز وهو الآن صالح لأن ينجز الطرف الأول والطرف الثاني رغم أنهما طوليين من حيث الزمان وبناء على ذلك يقول السيد الشهيد يتضح أن الإشكالات أو الشبهات التي أثيرت حول منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات هي شبهات واهية وغير صحيحة ولذلك ولكن جماعة من الأصوليين تأثروا بهذه الشبهات وذهبوا إلى عدم منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات وأفتوا مثلا بجواز أن يرتكب المكلف مثلا الطرف الأول في زمانه ما دام الطرف الآخر لم يأتي بعد باعتبار أنه قالوا بأن العلم الإجمالي هنا غير منجز إلا أن البعض الآخر ذهب إلى التنجيز بطريقة أخرى يعني ذهب إلى القول بالتنجيز بطريقة أخرى يعني لم يلتزموا بالترخيص هنا ولكن بسبب هذه الإشكالات على العلم الإجمالي بالتدريجيات ذهبوا إلى أن التنجيز يلزم من علم إجمالي آخر علم إجمالي آخر تكون أطرافه متحدة في الزمان يعني في آن واحد في عرض واحد من حيث الزمان طبعا ذهب إلى ذلك يعني المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه وقال أن الترخيص غير وارد في هذه الحالة في حالة العلم بالتدريجيات إلا أن التنجيز ثابت لا من حيث العلم الإجمالي بهذه التدريجيات وإنما بلحاظ علم إجمالي آخر يتكافأ طرفاه من حيث الزمان توضيح هذا العلم الإجمالي أن التكليف المعلوم التكليف يعني مثلا بالنسبة إلى هذه المرأة الحائلة تكليفها إذا كان في القطع الزمانية المعاصرة الآن هو تكليف فعلي الآن هي تحتمل حرمة المكث في المسجد ولكن شاك لأنه يحتمل ماذا؟ هناك احتمال آخر أن الحرمة تكون بعد سبعة أيام بعد ستة أيام حسب أوقات الشهر فالاحتمال الثاني أيضا متأخر زمانا يعني بعد سبعة أيام حتى تحصل الحرمة حرمة المكث في المسجد قال إلا أنه بالنسبة إلى القطعة يعني التكليف الحاصل المحتمل في القطعة الزمانية الثانية تكليف المحتمل في القطعة الزمانية الثانية يعني القطعة المتأخرة الزمانية المتأخرة وإن كان التكليف فيها متأخرا ولكن وجوب حفظ القدرة وجوب حفظ القدرة في بحث المقدمات المفوتة هناك ذكرنا هذا الأمر أنه يجب على الإنسان أن يحفظ إذا كان هناك مقدمات تفوت التكليف في زمانه لابد أن يحفظ القدرة إلى أن يأتي زمان التكليف ذكرنا مثلا من قبيل السفر إلى الحج إذا يتذكر الأخوة أنه الإنسان لا يكون قادرا على الحاج الإتيان الحاج إلا إذا سافر قبل وقت الحاج دائما السفر والكون في عرفاء في مثلا أول أيام الحاج هذا إذا لم يسافر مقدم فهو تدائما فهنا يجب عليه أن يقوم بهذه المقدمة قبل زمان الحاج ويحفظ حتى يحفظ قدرت على الإتيان بالحاج وإلا إذا لم يفعل هذه المقدمة يكون لا قدرة له على الإتيان بالحاج هنا المحقق العراق استفاد من هذه الفكرة قال أن التكليف المتأخر زمانا وإن كان ليس فعليا الآن ولكن الآن يجب على المكلف أن يحفظ القدرة قدرته على امتثال ذلك التكليف في زمانه فإذن يحصل لدينا علم إجمالي إما بأن يكون هذا التكليف الآن الفعلي فعليا إما أن يكون هو هذا التكليف هذا هو التكليف المحتمل وهو مشفوق طبعا لكن محتمل أن التكليف ثابت أو لا أنه يجب عليه حفظ القدرة يحتمل هذا أيضا محتمل أنه يجب عليه حفظ القدرة للتكليف الذي سيأتي في الزمان الآتي وهذا العلم الإجمالي منجز وبالنتيجة يجب على المكلف أن يحتاط في طرفيه إلا أن السيد الشهيد لا يقبل بهذا التوجيه ويذكر مجموعة إشكالات على هذا العلم الإجمالي الذي ذكره المحقق العراقي ومن تبعه أولا يقول أن التنجيز يعني تنجيز الطرف الثاني كما لاحظنا يكون بنفس العلم الإجمالي بالتدريجيات فلا داعي أصلا يعني الإشكالات التي أولدت على منجزية العلم الإجمالي بالتدريجات أو بالتدريجيات كانت إشكالات واهية غير صحيحة فيثبت التنجيز بنفس العلم الإجمالي بالتدريجيات هذا إشكال الأول إشكال الثاني أن يقول أن وجوب حفظ القدرة هذا وجوب عقلي يعني حكم به العاقل أنه بالنتيجة كما ذكر هذا في المقدمات المفوتة حكم به العقل العقل يحكم لا يوجد في ضمن الحكم الشرعي أنه يجب حفظ القدرة وإنما العاقل يحكم بلزوم حفظ القدرة الإنسان يحفظ قدرة على أن يمتثل التكليف حتى ولو كان التكليف سيأتي في زمان آخر وهذا التكليف العقلي في الحقيقة لما كان هذا التكليف عقليا هذا فرع عن تنجز أن يكون هناك حكم شرعي منجز لا بد أن يكون الحكم الشرعي منجز حتى يحكم العقل بلزوم حفظ القدرة وإلا إذا كان التكليف الشرعي غير منجز لماذا يحكم العقل بلزوم حفظ القدرة؟ لا بد أن يكون هذا التكليف الذي هو في القطعة الثانية من الزمان لا بد أن يكون منجزا في رتبة سابقة حتى يقوم العقل بأو يحكم بلزوم حفظ القدرة القدرة على امتثاله فمن أين يكون منجز في هذا الزمان؟ لا بد أن نقول أنه منجز بالعلم الإجمالي بالتدريجيات نفس العلم الإجمالي بالتدريجيات ينجزه وإلا إذا لم نقل بذلك فلا معنى لحكم العقل بلزوم حفظ القدرة على امتثاله في الزمان الأول طيب هذا إشكال أيضا الإشكال الثاني يقول أن المنجز للتكليف أو يعني إذا كان يعني منجز للتكليف إذا كان هو العلم الإجمالي الجامع بين التكليف الفعلي يعني طرفاهما التكليف الفعلي والطرف الثاني هو وجوب حفظ القدرة على امتثال التكليف المتأخر هكذا ذكر المحقق العراقي طرفاء التكليف للعلم الإجمالي الذي ذكره المحقق العراقي هو إما امتثال يعني التكليف الموجود في الزمان الأول هذا الطرف الأول وطرفه الثاني وجوب حفظ القدرة للتكليف الذي يقع في القطعة الثانية من الزمان هذا هو الطرف الثاني له هنا هذا العلم الإجمالي إذا كان منجزا يفرض على المكلف ماذا؟ يفرض على المكلف لزوم امتثال التكليف في الزمان الأول يلزم عليه أن يمتثل التكليف في الزمان الأول لأنه يكون كلا طرفاه منجز الطرف الأول هو التكليف في الزمان الأول ويجب عليه أن يمتثل هذا التكليف الطرف الثاني ماذا؟ أنه يجب عليه أن يحفظ القدرة القدرة على التكليف على أداء التكليف الذي يقع في الزمان الثاني يجب عليه حفظ القدرة وحفظ القدرة إذا وقع يجب عليه من جهة هذا العلم الإجمالي الذي ذكره المحقق العراقي فقط وفقط ماذا؟ حفظ القدرة أما هذا العلم الإجمالي الذي أبرزه المحقق العراقي هل ناظر إلى التكليف الثاني الذي يقع في الزمان الثاني؟ ناظر إلى القدرة فلو أن المكلف فوت فوت التكليف في الزمان الثاني لا يكون مخالفا للعلم الإجمالي المنجز الذي هو طرفه امتثال التكليف في الزمان الأول أو حفظ القدرة للتكليف في الزمان الثاني فتفويت ذلك لأنه هذا التكليف في الزمان الثاني ما هو المنجز له إذا كان العلم الإجمالي بالتدريجيات لا ينجزه لأنه قالوا أنه غير منجز العلم الإجمالي الذي أبرزه المحقق العراقي طرفه التكليف في الزمان الأول وحفظ القدرة للتكليف في الزمان الثاني افترض المكلف جاء امتثل التكليف الأول وحفظ قدرته إلى أن جاء الزمان الثاني وصلنا إلى الزمان الثاني إلى السبعة الثانية مثلا من الشهر العلم الإجمالي بالتدريجيات غير منجز العلم الإجمالي الثاني امتثله المكلف امتثلك إلى طرفه ما هو المنجز له للتكليف في الزمان الثاني لو خالف المكلف لا يلزم أي مخالفة للعلم الإجمالي لا الأول لأنه غير منجز يعني العلم الإجمالي بالتدريجيات ولا للعلم الإجمالي الذي أبرزه المحقق العراقي لأن المكلف قد امتثله امتثلك إلى طرفه فلا يتحقق بالنتيجة النتيجة التي يريدها المحقق العراقي بإبراز هذا النوع من العلم الإجمالي لاحظوا قاله وأما الركن الثالث بصيغته الأولى فلأن الأصل المؤمن الذي يراد إجراؤه عن الطرف الفعلي معارض بالأصل الجاري في الطرف الآخر لكن متى يكون جاري الطرف الآخر المتأخر في ظرفه يعني في زمانه في زمانه الثاني مو الآن يعني نحن لا نشترض في التعارض أن يكون كل الأصلين جاريان الآن في زمان واحد بل يمكن أن يتعارض وأحدهما جار في السبعة أيام الأولى والآخر جار في السبعة أيام الثانية إذ ليست تعارض بين أصلين من قبيل التضاد بين لونين كالأسود والأبيض يشترط في حصوله وحدة الزمان بل مرده مرد التعارض بين الأصلين المؤمنين إلى العلم بعدم إمكان شمول دليل الأصل لكل من الطرفين بالنحو المناسب له من الشمول زمانين وحيث لا مرجح للأخذ بدليل الأصل في طرف دون طرف فيتعارض الأصلان وأما الصيغة الثانية صيغة المحقق العراقي للركن الثالث فلأن المقصود من كون العلم الإجمالي صالحا لمنجزية معلومه على كل تقدير كونه صالحا لذلك ولو على امتداد الزمان لا في خصوص هذا الآن لا نشترط أن يكون صالح للتنجيز في آن واحد بل حتى لو كان صالح للتنجيز في زمانين مختلفين هذا يكفي قال وهكذا يتضح أن الشبهات التي حامت حول تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات موهونة جدا غير أن جماعة من الأصوليين وقعوا تحت تأثيرها تحت تأثير هذه الشبهات فذهب بعضهم إلى عدم التنجيز ورخص في ارتكاب الطرف الفعلي ما دام الطرف الآخر متأخرا وذهب البعض الآخر إلى عدم الترخيص لكن كيف؟ بإبراز علم إجمالي بالجامع بين طرفين فعليين موجودان في زمان واحد كالمحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه إذ أجاب على شبخاتي عدم التنجيز تنجيز يعني العلم الإجمالي بالتدريجيات بماذا أجاب؟ قال بوجود علم إجمالي آخر غير تدريجي الأطراف بل أطرافه موجودة في زمان واحد وتوضيحه أن التكليف إذا كان في القطعة الزمانية المعاصرة فهو تكليف فعلي وإذا كان في القطعة الزمانية متأخرا فوجوب حفظ القدرة إلى حين مجيء ظرفه فعلي وجوب حفظ القدرة فعلي لما يعرف من مسألة وجوب المقدمات المفوتة من عدم جواز تضييع الإنسان لقدرته قبل مجيء ظرف الواجب يحفظ قدرته إلى أن يأتي الواجب وهكذا يعلم إجمالا بالجامع بين تكليفين فعليين فيكونوا منجزا تكليفان فعليا ما هما؟ هما التكليف في الزمان الأول أو وجوب حفظ القدرة للتكليف الذي يأتي في الزمان الثاني قال ونلاحظ على هذا العلم الإجمالي الذي أبرزه المحقق العراقي أولا أن التنجيز ليس بحاجة إلى إبراز هذا العلم الإجمالي الثاني لما عرفت من تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات والشبهات التي ذكرت أو الإشكالات التي ذكرت والتقريبات التي ذكرت لانحلال العلم وانتفاء منجزيته شبهات لم تصمد أمام المناقشة شبهات واهية وثانيا إن وجوب حفظ القدرة يعني هذا الطرف الثاني من هذا العلم الإجمالي الذي ذكره المحقق العراقي إنما هو بحكم العاقل العاقل يحكم بلزوم حفظ القدرة كما تقدم في مباحث المقدمة المفوتة وحكم العقل بوجوب حفظ القدرة لامتثال تكليف فارعوا تنجز ذلك التكليف أنت تريد أن تحفظ القدرة لمن؟ للتكليف في الزمان الثاني هذا العقل لا يحكم بلزوم حفظ القدرة لذلك التكليف إلا إذا كان ذلك التكليف يعني في الزمان الثاني منجزا أو منجزا فلابد في المرتبة السابقة على وجوب حفظ القدرة العقلي من وجود منجز للتكليف الآخر ولا منجز له كذلك إلا العلم الإجمالي في التدريجيات وثالث هذا الإشكال الثالث قال إن المنجز إذا كان هو العلم الإجمالي بالجامع بين التكليف الفعلي يعني في الزمان الأول ووجوب حفظ القدرة لامتثال التكليف المتأخر فهو هذا العلم الإجمالي المنجز لا يفرض سوى عدم تفويت القدرة وأما تفويت ما يكلف به في ظرفه المتأخر بعد حفظ القدرة فلا يمكن المنع عنه بذلك العلم الإجمالي لأن ذاك العلم الإجمالي طرفاه امتثال التكليف في زمانه الأول وحفظ القدرة فيلزم المكلف بحفظ القدرة وأفترض المكلف حفظ القدرة فيكون قد التزم بهذا العلم الإجمالي فلا يمكن المنع عنه يعني عن تفويت التكليف بذلك العلم الإجمالي الذي أبرزه المحقق العراقي وإنما يتعين تنجز المنع عنه بنفس العلم الإجمالي في التدريجيات وهو وإن كان منجزا نعم وهو إن كان منجزا لذلك ثبت تنجيزه لكل طرفه يعني إذا كان العلم الإجمالي بالتدريجيات منجز للطرف الثاني في ظرفه فهو منجز للطرف الأول في ظرفه في زمانه الأول فيثبت منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات إلى هنا يكون قد انتهينا من البحث حول التطبيق التاسع وهو العلم الإجمالي في التدريجيات يبقى لدينا في بحث العلم الإجمالي التطبيق العاشر وهو حصول الطولية بين طرفي العلم الإجمالي هذا إن شاء الله يأتي في الدروس القادمة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد